يا صباح الأنوار عليكم يا أهلا متابعين لينا في الدنيا أهلا وسهلا بيك وكلكم النهاردة هصور لكم فنجان القهوة بتاعي شخصيا إزاي نعمل فنجان قهوة بوش جميل وكمان يكون طعمها حل القهوة بيبقى طعمها حل ولما بتبقى مستوية كويسة على النار نار هادية طبعا والوش بتاعها بيبقى سميك إزاي نعمل الوش بتاعها سميك وكمان طعمها يطلع حلو معنا في ناس كتير هتقول يعني خلاص احنا ما بقيناش نعرف نعمل القهوة هقولك لا في ناس كتير طبعا بتعرف تعمل القهوة والمصريين معارفين ان هم أحسن ناس يعملوا القهوة في نجان قهوة بتاعي الصبح ده حاجة مفيش بعدها بس برضو في بنات لسه مبتدئة ما بتعرفش تعمل القهوة كويس يعني الوش بتاعي القهوة ما بيبقاش طالع معها كويس وكمان طعمها ما بيبقاش حلو بترجع تقول لا أصل النوع القهوة هو اللي وحش لا على فكرة القهوة لو طعمها كويس بيبقى من طريقة التصوية يعني طريقة التصوية على نار هادية هتطلع لك القهوة كويس أول حاجة طبعا هنجيب البن بتاعنا البن طبعا يكون بن كويس يعني لو حباء البن المحوج اللي هو بيبقى بالحبهان والجسط الطيب واللي هي الحاجات اللي بيضفوها على البن تمام أو حباء بن سادة فيش مشكلة أي نوع بن انت بتحبيه على حسب ما بتشربي الفنجان بتاعك أنا هاخد معلقتين أو معلقة نص بس للفنجان بتاعنا هعمل فنجان صغير فحطيت معلقة بن ومعاها نص معلقة صغيرة هنضيف بعد كده السكر تمام؟ معينا هنا معلقتين من السكر على حسب ما انت عايز عايزة سكر خفيف سكر زيادة أنا بحب القهوة بتاعتي سكر زيادة فحطيت حوالي معلقتين ونص من السكر في كانك فضي طبعا وهقلبهم كويس مع بعض القهوة مع السكر وهقلب كويس كده وبعد كده هضيف عليهم ميا بردة ميا سقعة ماينفعش تحطي ميا سخنة علشان القهوة ما تبص منك لازم الميا تكون سقعة علشان القهوة تطلع معاك مزبوطة تركات كده وحركات في فنجان القهوة بتاعنا بس بصراحة هيطلع جميل جدا هجيب الميا بتاعتي وميا سقعة هنحطي فنجان ميا وهنقلب كويس هقلب بقى لحد ما السكر يدوب معايا خالص تمام جاريت يا جماعة اللي ما اشتركش لسه في قناتي يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلوا مني طبعا كل الفيديوهات اللي بنزلها وياريت كمان تعملوا لايقات كتير كتير للفيديو بتاعنا لو عجبكم فنجان القهوة بتاعي قلبنا خلاص وتأكدنا ان السكر داب لازم تتأكدين ان السكر داب كويس قوي في الكنكا بتاعتك طبعا لو في سبيرتاية يا سلام بقى على فنجان القهوة اللي هتطلعين من السبيرتاية لكن احنا هنسويها على نار هادي على البتجاز انا شغلت النار بس هات دي طبعا نار هادية جدا علشان تقدر تسوي البن على راحته ويطلع معاك طعمه حاله زي ما قلت تستخدمي اي نوع بن انت بتحبيه بن سادة بن محاوج زي ما تحبي اهم حاجة طريقة التسوية بتاعت البن هنسويها على نار هادي انا قلبته تقلبتين كده هسيبها دقيقتين طبعا هفضل وقفة جنبها علشان خاطر ما تفرش مني على النار واتبوز مننا مجرد دقيقتين بس وبعد كده هرجع اقلبها انا بقلبها وهي لسته على النار بحيث ان احنا نقلب البن البن اول ما بينزل في الكنكا على النار هادي بتلاقي رسي تحت يعني هتلاقي راسي تحت خالص في الكنكا فانا بقلبه بحيث ان هو يطلع معي ويعمل لي وش كويس التقليب تقليب البن وهو على النار ده بيخلي الوش بتاع البن يطلع فوق يبقى وش القهوة بتاعتك سميك كده وش حالو الناس اللي بتقول ان هي بتعمل القهوة وما بيبقاش ليها وش قلبي البن وهو على النار بالشكل ده كده كل ما يرسد حيث ان هو رسي معاكي قلبيه الوش هيطلع معاكي على الوش الكنكا زي ما انتو شايفين كده انا هفضل وقفة جنبا وهو حضر طبعا الفنجان بتاعي علشان اكون جاهزة اول ما تبتدي تعلى معايا هنروح على طول حطنها في الفنجان اهم حاجة مستعجليش عليها وتعلي النار على نار هادي علشان تستوي زي ما قلنا تمام انا جهزت الفنجان بتاعي شايفين بدأت ان هي تعمل فقاقيع كده من الجنوب طبعا ما تخليهاش تغلي لو غلية معاكي القهوة هتطلع مش مصبوطة مش هيبقى ليها وش وهيبقى طعمها مش حالة احنا قلبناها قزة مرة علشان تعمل لنا وش سميك كده في الفنجان بتاعنا شايفين هي بدأت تطلع اهي مش هنخليها طفور خالص ولا تغلي وبعد كده على طول هنحطها في الفنجان بتاعنا لو بتحب تشربها في كوباية اوكي مفيش مشكلة هتحطيها برضو في الكوباية بتاعتك شايفين القهوة بتاعتي بصراحة الوش بصراحة جميل جدا ورحتها حلوة مستوية وطعمها حال دفن جاني القهوة بتاعي يارب يكون عجبكم صباحكم عسل بتنسوش يا جماعة اللايك للفيديو اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس علشان توصلكم مني كل فيديوهاتي اتمنى الفيديوهات اللي انا بقدمها تكون بتاعجبكم هستنى تعليقاتكم على الفنجان القهوة بتاعنا لو عندكم اي استفسار اي سؤال يارب تكتبولي في التعليقات وانا هتابعكم ده فنجان القهوة بتاعي شخصيا يا جماعة بصراحة رحتها حلوة جدا الوش فاتح وسميك جدا زي ما شفتو اهم حاجة طبعا تستوي على نار هادية وتقلبيها تقليبتين كده وهي على النار الله على جمال القهوة بتاعتنا وعلى رحتها بقال فهنا يارب يكون الفيديو عجبكم تستنوني الفيديو جديد